وفي خبر رياضي نظم عصام البرهومي ندوى صحفية بمناسبة تتويجه ببطولة العالم للبلاكبة العربية المحترفة تحت شعار بطولة الأخوة السعودية الإماراتية اليمنية بحضور عدد الرياضيين والمدربين نتابع عملت اليوم الندوى صحفية بمناسبة تحصولي على بطولة تعال المحترفين للملاكمة العربية اللي صارت في اليمن في مدينة حضراموت دونك اليوم عملت الكنفرنس دي بش نعرف باللملاكمة العربية ونعرف بالبطولة دية وصرتو احنا الملاكمة العربية قاعدت تتنشرف في العالم دونك ومسؤولية متاعي بعد الحصول على اللقبة دية معنا المسؤولية متاعي لتمنشر الفنة دية في تونس وبطبيعة الكنفرنس دي بش نكرم الناس للسنة الدين واللي تعبت معي وليقفت معي في البطولة دية وبش نكرم المدربين اللي ترينيت عندهم الصغرى وتربيت عندهم وش نكرم ببرشة أبطال اللي تعبوا مثل تونس معنا إن شاء الله فهمني؟ دونك ولا تيتر شمبيون دي مود بوكسراب هو لقب عالمي رقم 14 وفي راسيد زيدة 24 لقب عالمي ما بين المرتبة اللولة والثاني والثيرثة دونك الحمد لله معناه أو الوحيد في العالم اللي يكون 14 مرة بطل العالم في ثمانة اختصاصات في نفس الوقت وإن شاء الله برنامج تعرض الإصابة في البطولة دية لكن مش نرتاحنا عمر ربون وإن شاء الله عنا تحديات جديدة وإن شاء الله مش نشاركوا في بطولة أخرى مش نمثل بطولة إن شاء الله البطولة شارك فيها 16 بطل عالمي من جنسيات مختلفة طبعا وكذلك شارك 2 تونسة نبيل محجوبي وهلو بطل عالم ثلاثة مرات متتالية في رياضة الملاكة العربية وزن فوق الخفيف وانتصر بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية وكذلك الملاكم عصام البرهومي انتصر على البطل الأوكراني في الجولة الثالثة بالضربة القاضية الفنية طبعا ونحن دوما لخدمة الرياضين التونسيين وإشعاع تونس وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلدنا ونحن منذ سنة 1972 ونحن نخدم في سورة تونس طبعا نظمنا العديد من البطولات ان كانت بالجزائر ان كانت بتونس نظمنا بطولة عالم بمنزرط وكذلك كأس تونس ونظمنا كذلك بطولة عالمية بقبس والحمد لله كل البطولات نجحت لأننا عنا خبرة كبيرة في التنظيم البطولات أنا نرقص الاتحاد الدولي لأكثر من 33 سنة نظمنا في جميع انهاء العالم وللأسف شديد أول مرة نحضر في ندوة صحفية في بلد تونس طبعا نحن في زيارة إلى العائلة ونتمنى إن شاء الله بأن نكونوا نماذج أخرين تونسيين ليرفع راية تونس في المدينة